موسيقى بالفقرة الطبية لليوم رح نتحدث عن موضوع بخص الأذن والمشكلة اللي بتحدث للأذن وهي طنين الأذن ولكن الحصة الأكبر من هاي الفقرة رح تكون لمشاركاتكم أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الاتصالات لحتى تسألوا الضيف في اليوم والطبيب اللي موجود معنا لحتى تعرفوا أكتر كل ما يتعلق من استفسارات عن الأذن أو الأنف أو الحنجرة بدي أصبح وأرحب بالأستاذ الدكتور مراد أن ما يساستشاري جراحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة صباح الخير صباح الخير سعد صباحك أهلا وسهلا فيك تمام أهلا وسهلا يعني عبين ما نأخذ الاتصالات ونفتح الاتصالات ونستقبل أيضا الاستفسارات من جميع المتصلين بدنا نحكي هيك بشكل سريع عن طنين الأذن عرفنا شو هي مشكلة طنين الأذن ممتاز الآن طنين الأذن هو عبارة عن مرض هو تعريفه بشكل بسيط جدا هو أي صوت بسمعه الشخص بدانه في غياب أي مؤثر خارجي هذا الطنين ورد يكون عندنا زي صفير أو تشويش أو زي خرير الماء أو صوت إنه بحيث إنه هذا الصوت اللي يسمعه مش موجود أو في الحوالي منطقة الحوالي وارد يسمعه زي صوت طقة أو خرير في الماء أو حتى يوصل الصوت للصفير لكن إذا كان صار يسمع أصوات تانية أو ناس بتكلم فهذا مش يعتبر طنين الأذن فطنين الأذن هو أي صوت بسمعه الإنسان في غياب مؤثرة خارجية من أصوات حواليه الآن طنين الأذن من مشكلة إنه منتش كثير وبالصابق كان يحكي للناس أو كان فكرة إنه ما فيش إله علاج إنه إنه إنسان لازم يتعاون معه أو يتعايش معه في حل هذه المشكلة الآن الوضع اختلف شوي صار طرق التشخيص لطنين الأذن أسهل صارنا نعرف المشكلة أكتر وفي نفس الوقت صار في عنا علاجات بمكانة نستخدمها لطنين الأذن سواء كانت العلاجات بواسط الأدوية أو عن طريق العمليات الجراحية نسبة طنين الأذن نقدر نحكي عن حوالي 5% من المجتمع عندهم طنين في الأذن نسبة طنين الأذن بزيد عند الفئة العمرية اللي فوق السنة الخمسين سنة وعادة فينا أسباب كثير لطنين الأذن طيب دكتور هلأ طنين الأذن يعني هاي المشكلة بتظلها مستمرة إذا لم يتم علاجها ولا هي مثلا أحيانا بصير في طنين بالأذن بتوقف لفترة معينة ومن بعدها برجع لأنه هيك بنسمع مثلا العديد من الأشخاص هيك بصير معاهم نعم في بعض الأشخاص بصير عندهم طنين الأذن لفترة معينة وبتحسنوا وفي ناس بعض الأشخاص بصير عندهم طنين للأذن لكن ما بتحسنوا بتضاعف الوضع بالأخير بنتهي أن يصير في عندهم ضعف في السماع أو في عندهم ضعف سماع حسي عصبي شديد فطنين الأذن لازم يشخص في البداية ونعطي إليه علاج لأنه نفس الوقت رح يأثر على عصب السماع وفي نفس الوقت طنين الأذن هو عبارة عن توكسيك مسمم لخلايا السماع بالأذن الداخلية نعم فأي شخص عنده طنين في الأذن لازم إن شخصه نعم أسباب طنين الأذن كثير بسيطة وارد يكون مثلا عندنا أسباب كثير بسيطة يكون مثلا تجمع مادة شمعية فقط في الأذن الخارجية أو التهاف في الأذن الوسطى أو ثقف في طبلة الأذن لكن وارد يكون عندنا لا سمح الله فيه عندنا ورن بالعصب الثامن نعم وهذا منطقة كثير حساسة داخل الدماغ موجودة وإذا ما تشخص في البداية بيكون في عندنا انتشار للورن داخل الدماغ بأدي إلى أن الشخص يفقد وضائف الدماغ بشكل عام أو سير في عنده غيبوب أو سير في عنده كولابس فطنين الأذن هو عبارة عن مؤشر أنه في موجود في عندنا مرض لازم أن نصل لتحددها ونأخذ العلاج المناسب إذن طنين الأذن يصنف بأنه مرض طنين الأذن هو عبارة عن مرض في نفس الوقت هو كمان يصنف كمان أنه عرض الأمراض الثانية عن طريق ممكن أن نشخص الحالة للشخص اللي عنده طنين في الأذن نعم طب دكتور بالنسبة للعلاج شو هو العلاج اللي بحصل لطنين الأذن؟ عادة إحنا في البداية لازم نأخذ هستوري ونفحص المريض بالطريقة اللي هي حتى نعرف أنه هذا طنين الأذن سببه سيرجيكل يعني بحاجة لنعمل عمانية إلو لتصليح طنين الأذن أو وارد إنه فقط نأخذ نستخدم أدوية في مرضه مثلا يكون عنده مثلا تهب الأذن مثلا ثقف في الطبرة للأذن صار عنده طنين أذن نعمل عمية رقة على الطبلة أصلاح عظمات الأذن الوسطى بسير في عنا برجل الوضع طبيعي في مرضه بيكون في عندهم تصلف عظمة الركاب اللي عظم الرقم 3 في الأذن الوسطى ويستير في عندهم طنين في الأذن فعادة إذا عملنا تصليح لهذا عظمة الركاب بسير reason إلن withstands في مرضه بيكون عندهم ضعف في السمع حسي عصبي أو بيكون عندهم إصابة سمعية إصابة سامعية مقصودة فيها أنه بتعرض لأصوات عالية ولفترات طويلة وهذا بأدي أنه سير في حركات الشعيرات الموجودة بالأذن الداخلية لأن الهيرسلز يكون في حركة غير منتظمة وبتنجي عندها هالأصوات الإنسان اللي بيسمحها زي خرير الماء أو الصفير وعادة بيسمحها عندما يحاول أنه ينام وبتعمله قلق وإزعاج وبتعمله صدا وعمل لتركيز والشخص مش قادر ينام طول الليل فعادة إحنا لشخصنا شو السبب نتجه للحل أو منتجه للعلاج المناسب في الحالة يعني إذا كان عندي مثلا مشكلة أنه بقدرنا نحلها عن طريق العمل الجراحي أو كان سيرجيكال تينايتس نحكيه بنحلها عن طريق الجراحة إذا كان سببها ثاني بنستخدم أدوية زائد بعض الإرشادات للمريض مثلا على سبيل المثال في أدوية بتأدي أنه سير في عنا طنيب للأذن مثلا استخدام الأسبريب بكميات كبيرة وفي ناس بيستخدموا الفئة العمرية بفوق الخمسة ثلاثين زي ما هو المقول المعروف أنه فوق خمسة ثلاثين إنسان يأخذ حبة أسبريب كل يوم هذا المقول خاطئة الإنسان لازم يستخدم الأسبريب إلا الدكتور إذا عطايا أو وصف له إياه فاستخدام الأسبريب بكميات كثيرة بأدية شخص يصير عنده طنيب للأذن استخدام مدرات للبول أو استخدام أكثر من دول الضغط مصاحب معام مدر للبول بأدية تصير عندنا طنيب للأذن استخدام بعض المهدئات النفسية أو بعض الأدوية الهرمونات أو بعض الأدوية الكيماوي بتأدي أنه شخص يكون عنده طنيب في الأذن فشخص عنده طنيب في الأذن وبأخذ أسبريب كل يوم ما في دعاء يأخذ الأسبريب بيحكي له هذه عندك مشكلة في الموضوع الآن إذا كان كمان نفس الوقت مثلا بأخذ أدوية مهدئات نفسية واردين هتعملنا هذه المشكلة فحسب الشخص إيش الموجود عنده الحالة إيش الموجودة ريسك فاكتورز موجودة عنده مثلا ارتفاع كولسترول بعد يكمل لطنيب الأذن بالفئة العمرية مثلا نحكي عن السن 25-25 اللي هي يكون في عندنا بالسن العقل يكون مضروسة أو يكون مطمورة أو باكتد وزدم عادة إذا شلناهم عادة بخيف طنيب الأذن فحسب ما هو موجود للتشخيص في الحالة إحنا بنعمل علاج لطنيب الأذن لكن بشكل عام طنيب الأذن بكثر بالفئة العمرية ما بين سنة خفاء سنة 50 سنة في هذه الفئة العمرية عادة بيصير فينا ضعف العصب نتيجة إنه بصير في عنا الدمج يعني بصير في عنا خلايا السمع الأذن داخلية بتزغط أو بصير في عنا الضعف بمقدار حوالي 1200 خلية كل 10 سنوات هذا الضعف العصب أو الخلايا اللي بتنزل هذه بتأدي إنه شخص يصير في عنده طانين في الأذن وهو مؤشر لبداية لضعف السمع ولازم على طول الشخص يلجأ إلى الطبيب لحتى يعني يتدارك يتدارك إنه ما يصير عنده ضعف السمع أو إنه الطانين يصير عنده لفترات طبيلة طيب إذا رح نبلش إحنا ناخد اتصالات واستفسارات عفوا على الأرقام المبينة على أسفل الشاشة أمامكم رح ناخد أول اتصال معنا لليوم واستفسار من سوها سوها صباح الخير صباح الخير يا سوها صباح الخير أهلا وسهلا فيك الله يعافيك يا رب تفضلي لو سمحتي بدي أسأل الدكتور مراد تفضلي أنا عمري خمسين سنة وإلي حوالي أربع أور شهور بس سوها لو سمحتي بصير توطيلنا لو سمحتي دي أطر أقاطعك بس إذا بتقدري توطيلنا صوت التلفزيون ألو تفضلي سوها أمنش معك تفضلي أخد سوها تفضلي السلام دكتور مراد يعطيك العافية الله عافيك يا رب الله يخليك دكتور أنا عمري خمسين سنة وإلي حوالي ست شهور بشكي من بنتي اليمين أكتر إشي لما سمعات هيك بصير تضرب 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 علي إبني يعني كثير فمش عارفة نعم عم تحكي من ست وشهر من ست وشهر في عندك دانك بتضغط عليك اليمين مش هيك نعم نعم أكتر إشي لما بسمع سماعات الصوت هاي بالأفراحة وإشي زي هيك يعني كثير كثير بهذهب طيب شوفي أخد سوها أنت عنديك أمراض ضغط سكر لا سمح الله أو بتعاني آه عندي سكري آه عندي سكري سكري طيب شوف الآن عادة ست وشهر لازم ما تصبرشها حالك يعني فترة طويلة لازم نصير تشخيص الحالة لازم تنفحص الأدن بالطريقة اللي هي سيمبل يعني بفحص العادي روتيم بالعيادة ونعمل لك فحصات للسمع بحيث نعرف شو المشكلة اللي صارت عندك وليش أنت تحمل الأصوات وارد أنك إني بتتعرض لأصوات عالية وفي عندك إصابة سمعية بصير في عندنا ضعف في الموجة السمع على الموجة رقم 4000 نعم فهذا بتعملك شوية ضوضاء أو بتعملك مشكلة فعادة لازم تنفحص الأدن بالطريقة السليمة وتعمل الفحصات السمعية ونصل لتشخيص للحل السبب اللي عندك وبتأخذ العلاج إن شاء الله المناسب لكن أهم إنها ما تترك نفسها يعني إلها ستشار يعني عندها مشكلة لازم تشوف المشكلة وتحلها بصراحة طيب دكتور إيش هي الإجراءات الويقائية اللي بيستطيع الإنسان يعني يقوم فيها ويلجأ لها لتجنم مشكلة طنين الأدن بعيدا عن الأمراض اللي ذكرت إنها ممكن تكون مصاحبة وتأدي إلى طنين الأدن يعني مثلا على سبيل المثال زي ما ذكرت في البداية مثلا شخص بأخذ أسبرين كثير نعم شخص بأخذ مدر للبول كثير شخص بأخذ أدوة مهدئات نفسية كثيرة شخص بأخذ أدوة مساعد النساء اللي بيخضعوا لعمليات IVF زراعة الأنابيب وبأخذوا أدوة هرمونات كثيرة هذي وارد ينأثر يصير في عنا الطنين الأدن هذه الأشياء بنقدر نحكيها إنه بيصير في specific patient أو في مرضى معينين لكن العامة بشكل عام اللي هو الصوت العالي بنسمعه بالشوارع الصوت العالي ناتج عن استخدام الموبايل الخلوي بالطريقة غير مناسبة استخدام الإيربيس السماعات داخل الأدن أصوات العالية لفترات عالية هذي كلها بتأثر على عصب السماع فعادة إحنا الأشخاص اللي عندهم طنين أدن بننصحهم إنه مخففوا شوي من الطرابات يخففوا من نسبة الملح بالأكل يخففوا من استخدام أو شرب القهوة أو المنبهات بشكل عام ويبتعدوا عن استخدام الأصوات العالية نعم يعني الشخص إنه ما يبتعد إنه ما يسمعش الأصوات عال أو ضوضاء لفترات طويلة هذا الشيء الثاني إنستخدام الخلوي لفترات معقولة وخاصة عند النوم إنه يبعدوا عن جنبه حتى لو كان نايم طافي بعد جهاز الخلوي الموبايل عن المكان الموجود فيه نعم هون بأدي إنه شخص يصير في عنده شوية أو يصير عنده يشتحسن شوية لأعراض طنين الأدن لكن الأساس في الشخص إنه لازم يعرف شو سبب طنين الأدن ويأخذ له العلاج المناسب لأن حكيت في البداية ورد يكون السبب كتير بسيط جدا وعلاجه كتير بسيط في العيادة إلى مدة 3-4 دقائق وتنتهي الموضوع بس لكن ورد يكون مؤشر يكون في عنا مشاكل في العصب الداخلي الموجود في دماغ في قناة الأدن الداخلية اللي هون إذا كان شخصناه في البداية وحسب ما بنحكي إحنا المؤشرات البسيطة اللي بيكون مبكرة للأورام العصب الثامن أو قناة الأدن الداخلية عادة تظهر في عنا طنين بالأدن الطنين بيكون بسيط في البداية وبيزيد فإذا أخذنا هذا المؤشر وفحصنا المريض بالطريقة الصح وعملنا فحوصات السماء اللي بنعملها بالعيادة زائد إنه نعمل صور ترين مغناطيسي بنصل لتشخيص صح للمريض ومنعالجه لأنه إذا الورم طلع أو صار انتشر خارج القناة الأدن الداخلية معناته إنه صار ضغط على الدماغ بيصير إنه المريض حتى نقدر نعمله عملية استقصال للورم إنه لازم ندخل عن طريق ما يسمى بالميدر كراني فوسى أبروش ندخل عن طريق الدماغ وعملية شوي بتصير صعبة على المريض وبفقد المريض فيها تقريبا جزء من السماء وارد يفقد العصب السابع فالتشخيص المبكر كثير مهم في هذا الموضوع نعم وزي ما ذكرنا يعني أهم شيء عند الكبار في العمر يعني لحد ما عند الخمسين سنة إذا شعر الشخص بأنه فيه هناك طنين مستمر في الأذن يلجأ إلى الطبيب طيب أيضا مرة أخرى بحب أذكر بالأسئلة والاستفسارات عبر الاتصالات والأرقام الموجودة على أسفل الشاشة رح نستقبل اتصالاتكم بكل ما يتعلق بمشاكل سواء الأذن بما أنه اليوم عم نحكي عن طنين الأذن أو الأنف أو الحنجرة مع دكتور مراد طيب بما أنه يعني إحنا غطينا دكتور موضوع طنين الأذن إلى حد ما يعني من المعلومات اللي قدمت لنا إياها مشكور بدي أسألك عن الجو اللي هلأ المغبر اللي إحنا يعني عم نعاني منه خصوصا الأشخاص اللي عندهم مشاكل في المجاري التنفسية كالأذن والحنجرة وغيره وكيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ صحيح نحن هذا النأجواء غير معتادة بالأردن يكون لدينا في هذا الوقت من السنة يكون فنأجواء عالي من الغبرة نعم عادةً اللي كثير إشي مهم في الحساسية أو في عندهم إلتهابات جيوب الأنف أو عندهم لحمية الأنف نعم أو إلتهاب القصبات أو إلتهابات فرئتين إنه هو الإبتعاد عن مصدر التحسس ما يسمى له خمسين في المائة من علاج الحساسية عادةً بيعتمد على الإبتعاد عن مصدر الحساسية الأصلية نعم فالإبتعاد هو الأصلي أو هو العلاج تقريباً نقدر نحكيه الخط الأول البدائي العلاج من الحساسية الأنف وحساسية الجيوب الأنفية والإلتهاب الجيوب الأنفية كذلك إلتهاب الحنجرة والقصبات الهوائية نعم الآن الشخص الطبيعي الإنسان اللي عنده حساسية الأنف أو حساسية الجيوب الأنفية أو القصبات الهوائية لازم يأخذ احتياط أكثر من الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي اللي ما عندهوش الحساسية للآن أو حساسية الجوب الآن فيه الآن كيف أننا نحاول أن نبعد أو نتجنب هذا الموضوع وكلياته الطرق كتير بسيطة في البداية أنه مثلا إنسان اللي تنقل بسيارة ويكون شباك السيارة مسكر ويحاول أن يستخدم مثلا الكونديشن أو شيء زي هيك في البيت نفس الشيء يحاول أن يكون الشبابيك مغلقة ويصير تنظيف للبيت بطريقة أنه نشيل الغبار في البيت بطريقة أول في أول هذا رقم 1 إذا طر يطلع من البيت وارد أن يستخدم ماسك على وجهه الماسك بإمكانه يستخدمه يحط زي كمامة يستخدمها على أنف وعلى مجرى تنفس العلو بالتم وإمكانه يستخدمها لمدة ساعات لأن هذه الكمامة لها عمر مش نستخدمها كل يوم فلازم يبدلها أول بأول بحيث أنها تخفف من نسبة دخول الرذاذ للأنف أو دخول الرذاذ للقصبات الهوائية نعم طيب دكتور أنا عفوا بدي أقاتك بس في عنا اتصال عشان ما نطور عليه ومنرجع منكمل أيضا بالإجراءات اللي منقوم فيها يعني بظلها لأجواء المزعجة العديد من الأشخاص عنا ريمة ريمة صباح الخير صباح الخير يا ريما تفضلي يسعد صباحك صباح الدكتور طبعا أنا أمري 50 سنة وبعاني من الطنين بالأدن هذا الحكي طبعا من أكثر من 7 شهور طبعا رجع الدكتور أخصائي أنف أدن حنجرة وعملي تخطيط للأدن طبعا ما طلع عندي شيء الحمد لله كل شي سليم لكن كل فترة بترجع لهذه الشغلة يعني كثير بنزعج تقريبا بعد جزء ثلاث أيام وأنا ما أسمع بأدني اليمنى فمش عارش السبب يا دكتور نعم أنت أول شيء صباح الخير يسعد صباحا عندك أنت أمراض شيء من أول سابقة نحكي عن الضغط السكر أو شيء زي هيك واللهي عندك بسيط لا طبعا بتأخذ أدوية مثلا زي أسبرين أو مدربول أو بتأخذ أدوية معين تستخدم أدوية دراجز لا 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 أبدا طبعا ممتاز أنت عملتي فحص للسمع إيش كان فحص السمع تمام كل شيء تمام حكياني ما في عندك إشيء طيب أنت الآن مع طانين الأذن مثلا في عراض تاني بنحكي عن دوخة أو ضعف السمع أو بتحس إدانك مسكرة أو شيء لا بس توجعني أداني بس إني بحس بالألم طيب ما في عندي أي إشيء تاني نعم شوفي الأسباب طانين الأذن كتيرة بس وارد يكون في عندك إنه ضغط سواءل بالأذن الداخلي صار أو وارد يكون في عندك شد بالمفصل في المنطقة المفصل أو في الرقبة وارد إنه يعطينا طانين في الأذن في نقطة كتير مهمة إنه طانين الأذن وارد يكون مصدر الأذن نفسها أو وارد يكون سببه إشيء خارج الأذن زي ما نحكيت في البداية وارد يكون زي يكون أسنان مغروسة أو ما يسمى بالوقت يكون عندنا السن العقل مغروس عند الفائل العمرية بين 20 و 25 سنة لما نشيله بخف الطانين عنده هذا الفائل العمرية فوارد يكون عندك مشكلة طانين الأذن مشكلة خارج الأذن نفسها يعني ما يكونش بالأذن نفسها يعني مثلا وارد يكون عندك مثلا سمح الله يكون ارتفاع عالي في نسبة الكوليسترول وتظهر عندنا كطانين أذن لازم تفحص ما تخطي بالك إنه بس فقط الأذن هي السبب لازم إحنا هفتو إكسلود إنه نتأكد إنه مش الأذن بعدين ننتقل للأزاء الحواني للأذن بحيث إنه نعرف السبب وين ونحلهم طيب في عنده كمان اتصال كمان استفسار لو سمحت دكتورنا ناخد يوسف يوسف طيب براح يوسف إن شاء الله بيرجع بيلقط مع الخط مرة أخرى نكمل دكتور يعني إيش ممكن هلأ برضه نعم بالنسبة للحساسية حكينا في البداية إن استخدام الماسك أو استخدام الكمامات والكمامة هذه ضروري إنه يغيرها لأنها إلها عمر معين ولازم يكون في لها تركيز معين ويكون في لها سيستم معين مش ح workouts لكمامة ممكانة شخص استخدامها الممكان ممكانة استخدامها للعمليات سيستم معين وب Cam ranking ودوجته كمامات استخدامها للمرضى الذى لهم الحساسية هذا رقم واحد رقم اثنين المريض الذى لمنه حساسية القصبات الهوائية أو حساسية الأنف لازم يكون معه الإدوية يساعد معها يكون معها في البيت ويكون معها بالسيارة أو يكون في مكان في العمل لأنه وارد في أي وقت يصير فيه أنه يدخل في أتاكس يصير فيه عنده هجوم للحساسية وأثر على جسمه فضروري جداً هذه الأدوية تكون موجودة معه في نفس الوقت لازم يبتعد عن بعض الأدوية اللي بتثير الحساسية للأنف أو بتثير حساسية القصبات الهوائية مثلاً أن يأخذ مثلاً مسكنات مثل الفلترين أو يأخذ مثلاً إبر هذه العلاجات بتزيد نسبة الحساسية هذا خصوصاً للأشخاص اللي أصلاً ما عندهم حساسية من الجو فبدي يجير باله من الأدوية على اساس ما يصيرش عنده مضاعفات الشيء الثاني إذا طلع ساكب سيارته ووصل لأ مكان العمل تبعه بده ينتبه مثلاً إذا كان عنده كوندوشين لازم يكون الفلتر كوندوشين كل أسبوع يتنظف بره بحيث أنه كان مجمع الفير غبار أو الشيء يصير له تصفية الآن بعد هيك ننتقل إذا ننتقل للبيت بده يكون ننتبه أنه إذا كان في عنده مثلاً في البيت مثلاً سجاد أو موكيت عادة أن يفضل إنزاحتهم في الشخاص اللي عندهم حساسية بشكل عام للأطفال أو الكبار في العمر موكيت والسجاد لفترة طويلة بيربي نوع من أنواع العث وهذا هو الأسباب الرئيسية للحساسية الآن وحساسية القصبات الهوائية بعد هيك وجه المخدة أو وجه الشرشف أو مكان البنافع فيه للإنسان الطبيعي لازم يغيره كل يومين حتى لو كانت نظيفة لأنها هي بتربع عليها حذف نوع من أنواع الفطريات حتى لو شوفناها على الميكروسكوب يشوفها عبارة عن زي حيوانات وإلها أشكال معينة وإلها سيستم معين مخيف في الموضوع فلازم التنظيف كويس كثير مهم ابتعاد عن السجاد والمكيت في غرف النوم وفي نفس الوقت تغيير مكان الشرشف والمخدة الشخص اللي روى على البيت ووصل البيت وصار عنده تعرض للغبار لازم أنه ينظف جسمه ويفضل أنه لو جلس دقتين ترت دقائق تحت الدوش المية بحيث أنه الإشي اللقت في جسمه الغبار أو التراب اللي كان في شعره أو على جلده أو على وجهه أنه ينزل عن طريق المية فدقتين تحت الدوش المية كثير مهمين جداً على اساس أنه كل الأشياء اللي هذي أنه يبتعد أنه يطلع من جسمه نعم طيب دكتور أنا ختاماً بدأ أتشكرك يعني كل المعلومات القيمة اللي عم بتقدم لنا إياها مفيدة جداً وإن شاء الله الكل يكون استفاد منها بدأ أتشكرك الدكتور مراد النمايسي وأهلاً وسهلاً فيك إن شاء الله بيكون في لنا أيضاً استضافات قادمة بما يتعلق بهاي المواضيع شكراً إلىك دكتور أهلاً وسهلاً فيك اشتركوا في القناة